أحسن الله إليكم هذه مستمعة بعثت عددا من الأسئلة ولم تذكر اسمها ولم ترمز له تقول في سؤالها الأول أنا فتاة أبلغ من العمر 17 عاما ويريد والدي أن يزوجني من ابن عمي وهو أي ابن عمها لا يصلي ولا يتصف الخلق والدين وعائلته ليست من المصلين بل هم بضلال إلا أخته فماذا أعمل وأنا لا أريده الأسباب التي ذكرت وإذا حصل أن زوجني أبي دون رضمني لأن أبي أيضا لا يصلي فهل أنا آثما في العيش معه وهل العقد شرعي أو غير شرعي وكذلك عمي أيضا لا يصلي فماذا أعمل في هذه الحالة أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا عليك بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر لتنظر فيما ذكرت هل هو صحيح أو غير صحيح والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله